اشتركوا في القناة هذا المكان كان معبر لكثير من النجوم وكثير من الشخصيات المهمة في السينما المصرية حضر هنا نور الشريف، فريد شوقي، عبد المنعم الدبولي شهد فيلم الحفيد، فيلم في بيتنا ريول، فيلم مولد يادونيا فنحن موجودين في حضرة التاريخ السينمائي المصري وضيفي شخصية مميزة ضيفي شخص كسر العادات والتقاليد لرجل الدين خرج علشان يبني جسر ما بين المثقف ورجل الدين كسر الصورة النمطية لرجل الدين لما تشوفه ما تصدقش أنه هذا راهب ضيفي هو الأب وليام سيدهم اليسوعي حياك الله أهلا وسهلا بكي كيفك يا أبونا؟ أشكر الله على كل حال أبونا أنا بصراحة جاي واللي شفته في هذا المكان ترك عندي كثير من الأسئلة أحب أبدأ معاك كيف قدرت أنك أنت تعبر الحاجز النمطي أو الحاجز المحرم ما بين ريول الدين والمثقف وبالذات فئة الفنانين؟ شكراً هو الحقيقة أنا ما ليش فضل في هذا الوضوع لأنه في إطار الرهبان اليسوعية بتهتم بالثقافة سواء في مصر أو في العالم بالتربية بالثقافة بالفن يعني أنا ما لقيت الطريق ممهد ويمكن رحت خطوة شوية أبعد بمعنى أنه برضو في إطار الرسالة بتاعة الرهبان اليسوعية شفت أنه لا تناقض بين كوني أني أكون كاهن أو أسيس أو راهب وبين أني أكون مع الفنانين ما أدرش أقول أنا فنان لأنه أنا بحب الفن وعندي ناس من الأسرة فنانين خصوصاً هما بيعملوا الفخار وحاجات كده أو بيقسموا لكن أنا بحب الفن عموماً سواء سينما أو مسرح أو يعني رسم نعم وهكذا أو فنون تشكيلية وهو الحقيقة هو القدرة على أنه الواحد يقتنع أنه الفن ده وسيلة مهمة جداً لربط الناس وبعضها ولإعطاء الحرية للتعبير